لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي هذا ما ينطبق على رئيس حكومة الاحتلال بنيمين نتنياهو الذي قرر أن يصم آذانه عن كل الدعوات والمطالبات من الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إتمام صفقة إطلاق صراح المحتجزين نتنياهو الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بالعني المتمسك فقط بالسلطة إن همرت عليه سهام الانتقادات اللادعة من كل اتجاه وما زاد حدة الانتقادات هو إعلان العثور على جثث ستة محتجزين الأمر الذي دفع الإعلام الإسرائيلي للتساؤل حول جدوى استمرار الحرب لسيما أن أحد أهدافها الرئيسية المعلنة هو إطلاق صراح المحتجزين المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي عموس هاريل كتب في مقال نشرته صحيفة هارتس أن دعاء نتنياهو أن الضغط العسكري هو ما سيؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين لم يعد كونه فقط سبباً لبقاء نتنياهو في السلطة واستمرار حكومته والإفلات من المحاسبة بل تحول الضغط العسكري إلى مغامرة بحياة من تبقى من المحتجزين الكاتب الإسرائيلي اعتبر كذلك أنه من الواضح أن رئيس الوزراء يرغب في الحفاظ على النيران الدائمة في غزة دون السعي للتوصل إلى حل حقيقي بل وأصبحت أولويته القصوى هي العثور على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بغض النظر عما ستتكبده إسرائيل مقابل ذلك سواء من النيل مما تبقى من سمعتها الدولية أو من حيث خسارة الجنود أو تراجع الاقتصاد أو حتى التضحية بحياة من تبقى من المحتجزين في السياق المتصل قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن ما يفعله ناتنياه فاق كل الحدود وأصبح يفكر لمصلحة اتلافه السياسي فقط لابيد ذهب إلى أبعد من ذلك ودعى نقابات العمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الاقتصاد احتجاجا على سياسات ناتنياه وعلى مدار أشهر الحرب المستمرة على غزة بحت أصوات عائلات المحتجزين لإتمام صفقة تعيد ذويهم ونظرا لتعنت ناتنياه المستمر دفع عن ذلك إلى الدعوة لإغلاق شوارع إسرائيل بشكل كامل لحين التوصل إلى اتفاق فهل يمكن أن يقود هذا المشهد المشحوم بالغضب إلى رضوخ ناتنياه في نهاية الأمر؟ ترجمة نانسي قنقر